حضرتك يعني طلعت من العراق تقريباً في نهاية الـ 79 أو الـ 80 إلى الكويت ومن الكويت إلى لندن وبعدين استقريت في الشام بعد ما يعني سقطت الدولة وسقط نظام حزب البعث هل أنت نادم على معارفتك لصدام حسين لا اللي نكل بي هو اللي يجب أن نكون نادم أنا ما طلعت وما طلعان والله شكوا عدنان الحمداني عدنان الحمداني أنت يا دهن ودي بي ثاني جنو عدنان الحمداني مو بالحزب وتجبته وسويته قائد علي وصار هو مسؤول عني أنت لأخطأت بحقي مو أنا أخطأت بحقك بس مو عدنان خال ولدك وبن خالك واني شاعله لي يعني بس أنا جاء لازم يقول ليش أنت سويته بعثي لعدنان الحمداني إذا إذا يتعاقب ليسوا الناس بعثين عنه عاقب وكان الطرف الآخر هو الظالم ولما أكون أنا أبعد ولهذا شوف صدام حسين أنا بالخارج ما مسيته شخصيا أبعدا أبعدا